وفي محافظة مأرب قالت مصادر إخبارية إن أبطال الجيش والإجاني الشعبية كبدوا مرتزقة الرياض خسائر مادية وبشرية وأدت إلى مقتل وجرح عدد منهم في منطقة الجفينة وأضافت للمصادر أن منطقة الفاو شهدت مواجهات هي الأخرى وامتدت في منطقة ذات الراء إلى ذلك شنت طائرات تحالف العدوان السعودي أكثر من 11 غارة على محافظة مأرب مستهدفة مناطق سرواح والجفينة ومخدر وهيلان كما جهدت منطقة الأشراف غارات متتالية فيما طالت منطقة حريب غارتان إثنتان